بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلي على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لننظر كيف تعملون صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون وخلق الإنسان لم يكن خلقه عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لأنه سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يصدر منه عبث وإنما الحكيم إذا عمل عملا إما يرجو نفعا لنفسه أو دفع ضرر عنها أو لا يرجو لنفسه نفعا أو دفع ضرر وإنما يريد ذلك للآخر يعني مثلا واحد يروح يشتغل ليش تشتغل لكي أسترزق بهذا الرزق بهذا العمل أو أنه مثلا يعمل عمل يذهب إلى المستشفى يقول ليش تروح إلى المستشفى يقول لدفع ضرر هذا بالنسبة إلى نفسه قد لا يكون بالنسبة إلى نفسه إذا واحد فقير يستعطي شخص يتبرع له مالا أو يتصدق له صدقة حس أفرض هذا الشخص هم أصلا مو مؤمن ملحد نفرض أنه ملحد لا يعتقد بالآخرة حتى نقول أنه دفع للصدقة بطمع مثلا ثواب هم يرجع إلى نفسه واحد ملحد يتصدق بصدقة نقول ليش تتصدق بصدقة هل ترجو نفعا يقول لا هذا مسؤول في المستقبل مثلا عندك حاجة إلى تعتقد بوجود الله حتى يعوضك بثواب يقول لا نقول لزيلا ليش تدفع هذا المال يقول هذا إيصال نفعا للغير صحيح هذا مو نفع لنفسي لكن إيصال نفع للغير هل عمل عقلا بإشكال لا صحيح هو ماذا ينتفع بهذا العمل ولا يعتقد بأنه ينتفع بهذا العمل لكن هو إيصال نفع للغير ودفع الضرر من الغير هو يطابق الحكمة في الجملة الله سبحانه وتعالى خلقنا وأغدق نعمه علينا ظاهرة وباطنة لا لحاجة منه إلينا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لا أنه كان يريد منا نفعا الله سبحانه وتعالى لا يريد منا شيئا لحاجة أو أنه مثلا يحتاج إلى تقوية سلطانه كلا ولا دفع الضرر لأن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن المالك بالذات والمهيمن والقادر الذي لا حدود لقدرته فلا يعجزه شيء مو أنه كان متضرر حتى يريد يدفع الضرر بنا أو كان يريد أنه ينتفع بنا كلا أصلا كلنا إحنا حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فلماذا خلقنا لا لحاجة له وإنما خلقنا ليرحمنا لأنه قادر وهذا الخلق لا ينقصه شيء يعني الله سبحانه وتعالى يخلق ذرة لو يخلق مجرة بها مليارات النجوم بالنسبة له لا يوجد فرق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو لا ينقصه شيء إذا خلق وهو قادر فإذا ما يخلق ليرحم هنا يجي السؤال أنت اللي تقدر ولا ينقصك شيء ليش ما خلقت وفي آية من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني للرحمة خلقهم وطريق الرحمة شلون حتى الإنسان يستحق هذه الرحمة العبادة وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون فيعبد الله سبحانه وتعالى لكي تحصل فيهم القابلية لينالوا رحمته لأن رحمة الله سبحانه وتعالى قسميا أكو رحمة عامة هذه تشمل المؤمن والكافر أكو رحمة خاصة من الحكمة تخصيص هذه الرحمة للقابل لها اللي إلى قابلية وهذه القابلية تحصل بالإيمان والعمل الصالح لذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون رحمتي وسعت كل شيء الله أصل أن خلق الأشياء هذه الرحمة يرزقها ويغدق عليها النعم هذا كل رحمة فهذه تشمل الكافر والمؤمن لكن الآخرة الرحمة هناك خاصة لذا قال فسأكتبها يعني في الآخرة للذين يتقون زيان فما دام الله سبحانه وتعالى حكيم وخلق للرحمة وهو لا يحتاج إلى عذابنا لكن المفروض أنه نحن نكون بالمستوى اللائق لأنه الحكيم مو فقط أنه عدم حاجة سبب لعمله لا بعض الأحيان هم مو بعض الأحيان دائما حكمته سبب لعمله يعني في السنة قبل عشر سنوات كنت مسافر إلى البحرين هناك كانت مجالس عندنا في ذكرى الوالد رحمة الله تعالى عليه اتفاقا كنا في البحرين فوصلنا نبأ القبض على صدام لعنة الله عليه تقريبا قبل عشر سنوات يصير فبالسيارة كنا دا نروح إلى مكان فوقفنا في الترافيك لايت فواحد يجي يستعطي عند السيارات يستعطيهم مجدي يعني فسائق السيارة من المشايخ كان قال هذا الرجل اللي الآن دا يستعطي سكير هذا 24 ساعة سكران بس ما عنده فلوس فيجي في هاي المنطقة وفي مناطق أخرى يستعطي جدي فيجمع لفلوس بمقدار ما يصير بمقدار أجلكم الله بطل خمر يشيل هذا الفلوس يروح يشتري بطل خمر والعياذ بالله يشربها يسكر وبعدين مرة ثانية يجي يبدأ بالاستعطاء حتى يجمع فلوس بطل ثاني وهكذا شغلته 24 ساعة زين حس إذا أنا أدري أن هذا الشخص هكذا فعلته يصح أن أقول أنا زنقين وعندي فلوس وكذا وكريم خل أطيله صحيح هذا الكلام لا 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 مو صحيح يقولولي أنت اللي تدري أنه هذا الشخص يفعل هذا الفعل مو أنه أنت مو عندك حتى لو عندك لازم لا تطيق إعطاء خلاف الحكمة الله سبحانه وتعالى كريم لكنه حكيم الله رحيم لكنه حكيم والحكمة من صفات الذات الرحمة من صفات الفعل وصفات الفعل إذا جاز التعبير محكومة بصفات الذات لأن صفات الله سبحانه وتعالى هذا في علم التوحيد يذكره أقسام صفات الذات يعني عين ذاته يعني العلم علم الله ليس شيء غير ذاته إحنا علمنا غير ذاتنا لذا الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد ويمكن يوم من الأيام الإنسان هم ينسي معلوماته ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء أسألان يسموه شنوه الزايمير الخرف اللي هو الإصطلاح السابق زيان هذا لمن جاهل ولمن صار عالم ولمن أصيب بالزايمير نسى كل شيء هو الذاته ما تغيرت لكن العلم انفصل عنه أو اتصل به الله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية هي عين ذاته يعني علمه قدرته حياته اختياره هذه عين ذاته وأكو صفات هي مرتبطة بفعل الله مثل الخلق مثل الرزق الخلق مو عين ذات الله هذا مرتبط بفعل الله بين قوسين نذكر الفرق اللي يميز بين صفات الذات وصفات الفعل هو أنه إذا صح سلب الشيء عن الله سبحانه وتعالى فهي صفة فعل وإذا لم يصح سلبه فهي صفة ذات يصير نقول الله ما كان يدري بعدين علم لا لكن نقول الله ما كان خالق ثم خلق صح لو لا ما كان خالق كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الخلق أما الله لم يكن يعلم ثم علم علم لا ما يصير زين الحكمة من صفات ذات الله لأن الحكمة ترجع إلى العلم لأن الحكمة شنو هي الحكمة من الإحكام الإحكام من مصاديق الإحكام وضع الشيء في موضعه إذا الإنسان وضع الشيء في موضعه هذا يصير من الإحكام إذا ما خليت فيه موضعه هذا مو إحكام فليس من الحكمة يعني الآن انتفد واحد مثلا من الباب المثل كان هنا بقوم في هاي منطقة يسموها غزرخان فيها بعد طريق الحضرة كان يبيع طماطة وهو أشبه بالأمي بعد سقوط صدام صار وزير وسنواتهم وزير زين هاي حكمة لو مو حكمة هاي مو حكمة لذا هاي الهوسة اللي صايرة واحد ما عنده خبرة في الكهرباء تخليه وزير الكهرباء واحد ما عنده خبرة في الفنون الحربية تخليه وزير الدفاع مثلا هذا مو من الحكمة لأنه وضع الشيء فيه غير موضعه الحكمة هي العلم بمواضع الصلاح فصارت علم والعلم هو عين ذات الله أما الرحمة شنو هي يرتبط بفعل الله يعني هذا الله يرحمه ذاك يرحمه ذاك يرحمه لذا نقول الله سبحانه وتعالى لم يرحم فرعون نسلب الرحمة مننا والله سبحانه وتعالى رحم موسى فالرحمة من صفات الفعل صفات الفعل هي نتيجة لصفات الذات ما يصير تكون متناقضة صفة الفعل تناقض صفة الذات فرحمة الله محكومة بحكمة الله فلذا إذا الحكمة اقتضت أن لا يرحم فلا يرحم أكو في حديث شريف أنه فدمرأ سألة الرسول صلى الله عليه وآله أنه الله يحب عبادة نعم الله يحب عبادة ليش يعذبهم الرسول جوابها أكثر من حب الأم لرضيعها الأم شلون تحب ولدها خاصة إذا هو رضيع هذه العاطفة الله سبحانه وتعالى حب لعباده أكثر من هذا قلت له خزين ليش يعذبهم الرسول صلى الله عليه وآله أجابها بما معناه أنه الله يرحم الجميع وبدأ بالرحمة أصلا خلقه هو رحمة رزقه هو رحمة تهيئة الأجواء إلى هو رحمة في دعاء عرفة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإمام يعدد نعم الله سبحانه وتعالى من جملة النعم أن الإنسان فترة احتياجه إلى أم وأبو أكثر من جميع المخلوقات الأخرى بحيث أنه إذا أمه وأبو يتركه يموت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مهيئ كل الأجواء هذه الأم شنو العاطفة اللي يعدها هذا الطفل الصغير الرضيع خاصة يدمر حياة الأم لا ليه إلا نهار لا كذا لكن الأم تحب بجنون ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خير رحمة من الله سبحانه وتعالى وهذه النعم الكثيرة الكثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بعدين الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان لظلوم كفار لظلوم كفار يظلم نفسه ويكفر بالنعمة فالله سبحانه وتعالى حكيم مقتضى الحكمة إذا واحد يستحق الرحمة يرحمه إذا واحد ما يستحق الرحمة الله ما يرحمه عود المشكلة أنه إحنا نتوقع أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا بدون أسباب زين الله هل قد رحمنا نريد أكثر نريد الله سبحانه وتعالى يحل كل مشاكلنا زين شنو دورنا إحنا بس إحنا دور المتفرج زين الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة وكذا وهيئ الأجواء لنا حتى كل مشاكلنا تنحل زين هذا خلاف الحكمة إذا فد واحد كسول ما يعمل بتكاليفه إذا في نهاية السنة العلامة الممتازة الدرجة الأولى هذا الظلم هذا أصلا هذا قبيح إذا طالب كسول في المدرسة لا يدرس لا يطالع لا كذا لا يحضر لا يأدي واجباته وأخير السنة المعلم الطالع علامة الجيدة هذا عمل قبيح وهذا الظلم بالناس اللي بعدين هذا راح يصير موظف على راسهم حصل له دكتوراه حصل له هندسة حصل له كذا كذا هو هيش ما يفتهم بالطفلوس أو بالواسطة أو كذا وصل له إلى درجة وإلى شهادة بعدين حسب الشهادة يوظف في مستشفى يوظف في مادري دائرة يوظف في كذا وهو ما يعرف أي طرفيه أطول ويتعلم الحجامة بروس اليتامة وهذا الظلم للناس والظلم لهو نفسه أيضا اخو احنا نريد الشيء اللي احنا نعتبره بالنسبة لنا ظلم انريده من الله سبحانه وتعالى هذا يصير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل لا صلاتنا صلاة لا صومنا صوم لا تبليغنا تبليغ لا ما أدري عملنا صحيح لا أسلوبنا مع الناس صحيح كذا وبعدين نتوقع أن الله سبحانه وتعالى يضع ما في صدر الجنة وما يصير هذا أكو في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى لا يخدع عن جنته تريد تخدع الله سبحانه وتعالى عن جنته الله سبحانه وتعالى لا يخدع عن جنته الله كريم وأكو في حديث شريف أنه أي مولود يولد الله سبحانه وتعالى يخصص لمكان في الجنة هو يولد يعني أول لحظة اللي يولد مسلم كافر يهودي مسيحي ماذري كذا صابعي يخصص لمكان في الجنة ويخصص لحور العين يعني الله كريم خلص يعني أنا كل شيء ما هيئ لك بس هيا كم يوم أنت تحمل بإطاعة وترك معصية فذول الحريات اللي الله سبحانه وتعالى خالق إلهم ينتظروا من اليوم الأول السئلة يوم أن المؤمنين يدخلون الجنة قد يطول ملايين السنين مليارات السنين ما ندري فإذا هو كان من أهل الجنة طول المكان تفضل وإذا كان هو من أهل النار والعياذ بالله فذول الحريات اللي الله سبحانه وتعالى خالقهم إلأ يشتموه أنه إحنا كذا سنة من تضريك وأخيرهم أنت ما تحملت سنوات قصيرة وعصيت الله سبحانه وتعالى زيان فشنو يصير ما يصير هذه الجنة وهذه القصور وهذا الحور الله سبحانه وتعالى يطيل بقية أهل الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس في تفسير هذه الآية هذه الرواية موجودة وارثون يعني هذا المكان اللي الله كان مخصص لفلان وهو كان من أهل النار هذا يرثه سائر أهل الجنة فالمقصود الله كريم مهيئلة خلص مهيئلة جنة بس شم يوم إحنا إذا كنا نتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يحسن أمورنا في الدنيا وأن يرزقنا الجنة في الآخرة بدون عمل بدون جهد هذا ضرب من الخيال وهذا أنه أنت تطلب من الله أن لا يكون حكيما ما يصير الله سبحانه وتعالى ما يشتغل على أهوائنا ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض الله عمله بحكمة عجبك ما عجبك هذا مو مهم بالنسبة لله سبحانه وتعالى يتصرف بحكمة إذن إحنا نتوقع أن الآخرين كفت باهم تتأقرأ مقال لطيف يقول جميعنا إحنا نريد أنه النتيجة الحسنة تحصل لكن ما نريد ندفع الضريبة نريد الغير يشتغل وإحنا نحصل النتيجة زي نسى إذا هو واحد اثنين مو مشكلة لكن إذا 80% 99% منه يكونون هالشكر لو أكثر من 99% أنه غيرنا يشتغل وإحنا نحصل النتيجة ما رح يصير الدنيا لم تبنى على ذلك أنه غيرك يشتغل وإنت تحصل النتيجة أنت لازم تشتغل وتحصل النتيجة أكو في حديث لطيف ما معناه أن أحد الأصحاب أصحاب الإمام الصادق أتصور عليه السلام قال له متى يكون الفرج حتى نرتاح إيش وقت تصير دولتكم أهل البيت لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان قائل بعد المهدي من ولدي فذولة كانوا يتوقعون دولة أهل البيت مع كل إمام إيش وقت تكون دولتكم حتى إحنا نرتاح أسه ما يقول متى تكون دولتكم حتى العادل يقام حتى حقوقكم المنتهبة ترجع زيان حتى إحنا نرتاح يعني حتى لو من يريد الإمام المهدي يظهر عجل الله تعالى فرجا وجري فكر في راحة نفسه أنا أرد أرتاح ما يفكر في إقامة العادل ما يفكر في هالظلامات اللي ده تصير في العالم ما يفكر في كذا وكذا 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 زيان فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جاوب ما معناه أنه إذا الإمام المهدي ظهر راح بنت بالليل وجهاد في النهار مو تتصور أنه إذا المهدي ظهر يعني الكل يكونون كسلانين كسول وكذا وبس يأكل يشرب وينام ما يقول يأكل يشرب وينام راحبانة في الليل وجهاد في النهار راحبانة في الليل يعني عبادة لازم تعبد الله سبحانه وتعالى أكثر وجهاد في النهار يعني عمل وقلوا من تصير راحبانة في الليل وجهاد في النهار العدل يصير في كل مكان أما إذا كل واحد مننا يقول آني شعلي وينتظر الآخرين يحلون مشكلته ما يكون آخرين يحلون مشكلته إذا الإنسان هو ما يحل مشكلته ما يكون أحد يحل مشكلته أكو في حديث شريف الصور الرسول صلى الله عليه وعليه يقول أو أمير المؤمنين كن وصية نفسك أكو بعض الأثرياء يوصي أنا إذا متت بثلث أموالي بابن مسجد حسينية ما أدري كذا 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 هذا زيان لكن كم واحد وصوا وكم وارث نفذوا أنا شخصيا أعرف أشخاص متدينين وأولادهم يعني ظاهروا الصلاح متدينين والأبو موصي وما منفذين وصية أبو الأب هاليوم مباشر وكذا أو الفلوس تروح الحديث يقول كن وصية نفسك أنت صير وصي نفسك أفرض أنت ميت وآلان الفلوس بيدك أنت تريد تبني مسجد الآن ابني مسجد تريد تعمل الخير أنت الآن أعمل الخير كن وصية نفسك إذا أنت قلبك ما يحترق على نفسك والإنسان يحب نفسه أكثر من أي شخص آخر تتوقع أن الآخرين يحبوك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخر الآية يريد يفكر أنه ينجي نفسه أبوه منه أمه منه عشيرته منه كذا هذا يوم القيامة فلا أنساب بينهم إذن كل واحد من عدنا لازم يشوف شنو التكليف اللي لازم يأديه لا يتوقع من الآخرين صحيح لازم يرشد الجاهل خاصة رجال الدين وينبه الغافل ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحاول في إصلاح المجتمع هاي كلها تكاليف علينا جميعا مو فقط رجال الدين على الجميع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لكن مضافا إلى ذلك وقبل ذلك أنه نفسه ابدأ بنفسك أنا أدي ما علي إحنا بعض الأحيان هنا أنا قاعدين ناس يجون يشكون من الحكومة يشكون من مجلس المحافظة يشكون ما أدري من كذا يشكون من كذا من كذا من كذا زين أنا فادي مرة أقول لهم أنه زين ما يخالف نقبل كلامهم كلامكم أكو بوق أكو تماهل أكو كذا أكو كذا على كل فادي شيء معروف بعد مكشوف ما يحتاج واحد يحكي بيه أصلا لوضوحه لكن من وصل ذولا إلى السلطة أمريكا جابتهم زين من وصلها إلى السلطة مو أنتوا انتخبتوهم أنت انتخبت غيرك انتخب حس فترة ضرورة اضطرار كذا بناء ما يخالف نتجاوز عن كثير من الأمور في البداية لكن بعد ذلك فإذا أنت منتخب أنت لازم لا تستشكل أنا أحد المفكرين يقول الشعب الذي ينتخب السراق شريك في جريمة السرقة أنت لتتوقع غيرك يجي يصلح عمرك أنت لازم يصلح عمرك صحيح الغير لازم يأدي تكليفة بس أنت لازم لا تتوقع منه إذا أنت ضعيف الأقوياء يأكلوك صحيح هم لازم لا يأكلوك لازم يعاونوك لكن هذا في أرض الواقع ماك واي شي كل شي إذا واحد زين خمسين مو زين إذن إحنا لازم نرشد الناس وقبل ما نرشدهم لازم إحنا نسترشد ننهى عن المنكر وإحنا قبل ما ننهى لازم ننتهي نأمر بالمعروف قبل ما نأمر بالمعروف نأتمر حتى ليصر لما تقولون ما لا تفعلون وكما أن الشر إذا بدأ صغير شوية شوية يكبر الخير كذلك بدأ يبدأ صغير شوية شوية يكبر وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون يمكن واحد يغير نحو الشر وواحد يغير نحو الخير المصلحون الكبار شخص بس بدأ المصلح واحده ما يقدر يسوي شي لازم يحتاج إلى أعوان بدأ شوية شوية الله موفق والمفسدون الكبار أيضا كذلك بدأ شخص شوية شوية اللي قال أعوان الشر كبر فالإنسان لازم ليأس أنه خب ما يصير أو حشر مع الناس يعيد حشر مع الناس يعيد هذا مو صحيح أنت أعمل أولا إذا حصلت على نتيجة فهو المطلوب وإذا ما حصلت على نتيجة أنت مبري ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى هاي مثل قضية أصحاب السبت الله سبحانه وتعالى رادي يختبر مجموعة من بني إسرائيل في القضية المعروفة فنهاهم عن الصيد صيد السمك يوم السبت وزيادة في الامتحان يوم السبت الأسماك تطفو وبقية أيام الأسبوع ماكو سمك فهم ارتكبوا حيلة شرعية وكذا بالقضية المعروفة الناس صاروا ثلاث أصناف الصنف الأول الصائدون الصنف الثاني الساكتون والساكت عن الحق شيطان أخرس والصنف الثالث الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر زين الساكت عن ذولاك اللي داي يصيدون أخو اسكت عن ذول اللي داي يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليش تخرب عليهم بعض الناس هو ما يسوي شيء ويخرب هذا الصنف الثاني اللي ما كان ينهى عن المنكر مو فقط ما ينهى عن المنكر يثبت الناهين عن المنكر لماذا تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يعني مو ينهى عن المنكر يثبت زين ذول الناهين عن المنكر ماذا قالوا قالوا معذرة إلى ربكم يمكن يفيد ماذا درك واحد عاصي نهيت عن المنكر فاض ما فاض معذرة إلى ربكم احنا نقول لله سبحانه وتعالى احنا ما صدنا ونهينا عن المنكر هسا ما صار بعد هذا ما كان بيدنا انا اديت ما علي الانبياء والائمة شنو تكليفهم تكليفهم البلاغ انما عليك البلاغ وعلينا الحساب هسا الناس اذا ما اطاعوا علي ابن ابي طالب الناس ما اطاعوا الانبياء هذا مو فشل في مهمة الانبياء لان مهمتهم التبليق وقد ادوا المهمة باحسن وجه هسا الناس ما سمعوا هذا من سوء تصرف اولئك الناس ما يرتبط بالمصلح اذا المصلح اجي الناس ما سمعوا كلامه هذا مو سوش المصلح سوش الناس زين شنو صارت القضية القضية الاية الشريفة تقول لما الله سبحانه وتعالى قرر ان ينزل العذاب العذاب اللي ينزل مباشرة من الله سبحانه وتعالى الله ينجي المؤمنين منه زين الله قرر ان ينزل عذاب على هؤلاء اصحاب السبت فنجى الذين كانوا ينهون عن المنكر ذول خرجوا من المدينة واخذ العذاب البئيس الذين كانوا يصيدون والذين كانوا ساكتين وهكذا كان العذاب ان الله سبحانه وتعالى اولا مسخهم بشكل قردة ثم بعد ذلك بعد ثلاثة ايام ابادهم لان المسوخ هكذا في الحديث ما كفت انسان مسخ وبقي هو او بقي الذريات لا الانسان اذا يمسخ يمسخ بشكل حيوان ثم الله سبحانه وتعالى يبيده هاي الحيوانات اللي موجودة مثل القردة كذا هذي مو من ذريات الناس وانما الله سبحانه وتعالى مسخ اولئك على شكل هذه الحيوانات ثم بعد ذلك ابادهم ثلاثة ايام ثم ابادهم واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس الذين ظلموا الصائدون والساكتون اذا المقصود شنو قالوا معذرة الى ربكم يمكن يفيد واذا ما فاد اني قد اديت ما علي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وياكم لان نأتمر باوامره وننتهي عن نواهيه اولا وان نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر وان يجعل التوفيق والبركة لكم ولنا جميعا وينقذ اهلنا في العراق وفي سائر الاماكن من الاشرار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعاله الظاهرين بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات